عملت عمره في رمضان أثناء السعي شعرت أن دم الحيد بدأ ينزل فأكملت مع اعتقادي أنه لا يجوز ولم أقص شعري وبعد أسبوع سألني وأخبروني أن عمرتي صحيحة لا يجوز أن تنقطع عن الطواف إلا إذا نتلزل دفع من الدم فالراجح في شأن المرأة لا تعتبر نفسها حقيضا إلا إذا نزلت دفع الدم فإذا كانت نزلت دفع الدم فعليها أنها تمتنع ولا تطوف بالبيت لأنها لا يجوز لها أن تطوف وتبقى على إحرامها لغاية ما تطور تبتدي تكمل العمر لكن إذا هي دفعة الدم ما جاتش وكانت هي تشعر ببدايات فقط ولم ينزل عليها دفعة الدم هي عمرتها صحيحة وطوافها صحيح وهنا ينظر إذا كانت لم تقص شعرها فيجب عليها أن تقص شعرها إذا لم تكن تلبست بشيء من محذورات الإحرام فليس عليها شيء وتقص شعرها وانتهى الأمر أما إذا كانت تلبست بشيء من محذورات الأحرام فتؤدي الفدية وتقص شعرها وانتهى الأمر واضح من سؤالها أنها لم تتلبس بشيء لأنها منتظرة تظهر فطالما أنها لم تتلبس بشيء من محذورات الإحرام تقص شعرها وانتهى الأمر طالما أنها أكملت العمر وسعت طالما أنها أكملت الطواف وسعت فهذا خلاصة ما يتعلق بالأمر إذا كانت اعتقدت في أثناء الحيد لأن هنا برضو ممكن يكون وارد أن الحيد أصبح الطواف أنها كملت الطواف سبع أشواط ولم تسعى فاعتقدت أنها لا ينبغي عليها أن تسعى وانتظرت فعليها أن تسعى تكمل السعي ثم بعد ذلك تقصر تقصر شعرها وتتحلل من العمر لأن السعي بعد الطواف واجب أعمل في مكان يقدم خمور وبيه حفلات ماجينة ورقص سهل تعاون على إثم العدوان؟ نعم قال الله تعاون على البر والطقوة ولا تعاون على إثم العدوان فلا ينبغي العمل في مثل هذه الأماكن ترجمة نانسي قنقر